إذا كان لديكم المنحنة R ومعادلته هي R لT يساوي X لT ضرب I زائد Y لT ضرب J هذه معادلة المنحنة في بعدين على المستوى XY ويمكن تمثيله بيانياً بالشكل التالي هذا المحور Y وهذا المحور X وهذا هو المنحنة كلما زادت قيمة T اتجه المنحنة في هذا الاتجاه في درس اليوم ستتعلمون كيفية رسم متجه عامودي على أي نقطة في المنحنة بحيث يكون مقداره واحد أي كيف تنشئون متجه الوحدة العامودي N على منحنة يمكن تحديد متجه الوحدة العامودي باستخدام المتجه المماسي كما تعلمتم في دروس الجبر إذا كان المتجه المماسي يمثل الميل عند أي نقطة فإن سالب معكوس الميل يساوي ميل الخط العامودي عليه أي متجه الوحدة في هذه الحالة لذلك ارسموا أولاً خطاً مماسياً لرسم الخط المماسي تحتاجون إلى نقطتين على المنحنة عند T1 مثلاً سيكون متجه الموضع بهذا الشكل وليكن اسمه R1 بعد مرور بضعة ثواني عند T2 سيكون هذا متجه الموضع R2 يمكن تقضي قياس ميل المماس بين هاتين النقطتين بحساب الفرق بين هذين المتجهين بالتالي هذا الجزء هنا دلتا R حيث المتجه دلتا R زائد المتجه R2 يساوي المتجه R1 أو R2 ناقص R1 يساوي دلتا R كلما كان معدل التغير في R قليلاً أصبح ميل دلتا R يمثل تقديراً أفضل لقيمة ميل المماس بمعنى آخر كلما كان التغير في T متناهي الصغر سيكون التغير في R متناهي الصغر أيضاً وبالتالي تصبح دلتا R تقريب أفضل لميل المماس يمكن تمثيل DR بهذا المتجه هنا بالتالي DR عبارة عن المتجه المماس لأي نقطة في المنحنة ويمكن التعبير عن DR رياضياً بالصيغة التالية DR يساوي التغير متناهي الصغر في X ويشار إليه بDX ضرب متجه الوحدة I زائد التغير متناهي الصغر في Y ويشار إليه بDY ضرب متجه الوحدة J ويمكن تمثيله كالآتي هذا المتجه DR عند تحليله إلى مركبتيه الرأسية والأفقية هذه المركبة الرأسية DY وهذه المركبة الأفقية DX هنا ضرب I وهنا ضرب J حيث DY يمثل مقدار المتجه وجاي اتجاهه وهو الاتجاه الرأسي وهنا DX يمثل مقدار المتجه وI تشير إلى اتجاهه وهو الاتجاه الأفقي ولأن DXI يتجه إلى اليسار فهو سالب ولأن DYJ يتجه إلى الأعلى فهو موجب الآن يمكنكم استخدام المتجه المماس لإيجاد المتجه العامودي وسيكون المتجه العامودي عامودياً على المتجه المماس لاحظوا أن هناك متجهين عاموديين على المتجه المماس المتجه العامودي في اتجاه اليمين والمتجه العامودي في اتجاه اليسار في هذا المثال خذوا المتجه في اتجاه اليمين لتوضيح ما يحدث انظروا هنا هذا DR وهذه المركبة الرأسية DY ضرب J وهذه المركبة الأفقية DX ضرب I ذكرنا في بداية الدرس أن متجه الوحدة العامودي على متجه المماس هو سالب معكوس الميل لذا يجب التبديل بين المركبتين وأخذ القيمة السالبة وانتبهوا يجب أن يكون المتجه الناتج في اتجاه اليمين كيف يمكن فعل ذلك؟ إذا أخذتم مقدار المركبة الرأسية في الاتجاه I ستحصلون على هذا المتجه ويمثل DY في I لكن إذا أخذتم DX في الاتجاه J سيكون المتجه الناتج نحو الأسفل لكن لأنه هنا إلى اليسار يجب عكس إشارة DX ليتجه إلى الأعلى إذن هذا السهم يمثل سالب DX في J مجموع هذين المتجهين هو هذا المتجه ويساوي DYI ناقص DXJ إذا كان هذا المتجه A يساوي DY ضرب I ناقص DX ضرب J فلتحويل هذا المتجه إلى متجه وحدة عامودي اقسموه على مقدار A حيث أن مقدار A يساوي حسب نظرية فيثاغوروس الجدر التربيعي لـ DX تربيع زائد DY تربيع لا داعي لوضع إشارة سالب لأنها تصبح موجبة عند التربيع هذا المقدار يساوي أيضاً طول قوس المنحنى DS لذا هذا يساوي DS أي أنه التغير في طول القوس ولكنه هنا كمية قياسية والاتجاه غير مهم بمعنى آخر هو مقدار المتجه DR إذن متجه الوحدة العامودي N ويشار إليه بكتابة حرف V مقلوب أعلاه بهذا الشكل يساوي A تقسيم هذا الجدر التربيعي ويساوي DY ضرب I ناقص DX ضرب J على DS باستخدام هذه الصيغة يمكن رسم متجه وحدة عامودي على أي نقطة على هذا المنحنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر